اسماعيلي السنة دي هقولك لفظي واسمحلي يعني عايش بيعارف يتنفس حسين انه اسماعيلي على الاقل واقف على رجله اكيد انا اللي بحب الكورة كل المصريين اللي بحب الكورة وتحديدا جمهور اسماعيلي بيعشار الاسماعيلي اعايز يشوف الاسماعيلي بينفس على القمة بس انتوا قدرتوا السنة دي تخلوا الاسماعيلي تبقى للظروف الصعبة دي انه يقف على رجله عملته ده ازاي والله الحمد لله كريم احمد ربنا وباشكر ربنا طبعا هي سنة من السنين الصعبة جدا عن الاسماعيلي ودي تكملت الفترة السابقة اللي هي كانت الاسماعيلي بمر بفترات صعبة جدا تغيير الاضارات تغيير النواحي الادارية ديها الاجهزة الفنية كتير جدا اللي كانت بتمسك برضو النادي دي كان بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا جوه النادي وبتعمل هزات كبيرة جدا طبعا السنة دي طبعا يعني مع ان الكابتن ايهاب كان كابتن علي ابو جريشا وكابتن عماد وما كانش فيه مجلس ادارة وهم اختاروا ان الكابتن اهاب بيبقى موجود وكابتن اهاب كان يعني يمكن اول مرة يتكلم معنا فيها ان هو عايز يبقى موجود جوا النادي الاسماعيلي يحاول يساعد النادي بتاعه ويساعد الجماهير بتاعته والناس يعني فيه علاقة ود وحب ممكن بدهم مقاطعة كنا عاديين قاعدة مع كابتن اهاب وحراكوا تقاعد في القاعدة دي وانا سألت حتى ده بره بره التسجيل يعني ساعد الكابتن اهاب جلال بصراحة كلمك بعمل وانت ليه بتعمل في نفسك كده ظروف صعبة جدا واللي عاملين صعبة جدا قال لي انا اللي عايز انا اللي اخترت انا اللي حابب اتحمل مسؤولية الاسماعيلي دلوقتي الاسماعيلي ليه كتير عندنا شعبية اسم النادي الاسماعيلي واسمه الكبير وجمهرياته الكبيرة يا كريم وليه عندنا كتير جدا لان احنا بدأنا لقى بكرة جوا النادي الاسماعيلي واحتراما للنادي واحتراما للجماهير المحبة جدا للنادي الاسماعيلي بنبقى احنا يعني فيه حاجات انت بتبص عليها بقى كريم بتشوفها انت عايز تبقى فين تبقى موجود فين هتحاول تساعد فين ورغم ان القد كان موقف وكل حاجة يعني انا مش عايز اقول كلام مكرر ومعاد لكن انا بقول في الاول وفي الاخر هو النادي جرف بقاله ست سنين او خمس سنين مع تغيير الادارات اللي هي كلفة النادي كتير جدا ناس ما بتبقاش فهمة اصلا في الادارة وبيمسكوا وكل واحد بيبقى عايز ارشح نفسه وانا عايز ابقى موجود وانا عايز ابقى وفي الاول وفي الاخر تيجي بقى في الحاجات اللي المفروض يبقى هو فهمها حتى في تنفيذ عقود لعيبة او اختيار لعيبة او العقود اللي هيعملها لعيبة فعلا بييجي على النادي الاسماعيلي كتير جدا وده اللي حصل للمشكلة في الفترة الاخيرة دي ارقام كبيرة جدا على النادي وده اللي احنا بنقول عليه بقى كان الهدف من الفرقة ان انت ازاي تعمل فرقة تقدر تلعب بها كرة شكلها مختلف وفي نفس الوقت تحاول تحاول على قد ما تقدر تهرب من الحتة اللي دايما احنا برضو مزنوئين فيها هنقول مش في افضل نتائج السنة دي لكن ده له اسباب كتير جدا في تكوين الفرقة وعدد اللعيبة الصغيرين اللي دخلوا الفرقة وحاجات كتيرة طبعا طبعا اخواتنا وزميلنا المدربين هيفهموا الكلام دو بتحصل بعض الهزات وده هيحصل وإحنا كنا متأكدين منه لان مع تكوين الفرقة انت متأكد انك تعمل تغييرات كتيرة جوه الفرقة وده اللي حصل السنة دي جمهور الإسماعيل متحمل ده متفاهم ده طبعا بص هنقول احنا بنحترم كل الناس اللي هي بتنقض وتبقى زعلان على النادي وزعلان على النادي وده حقها طبعا الشرق لان اسماعيلية ما فيهاش غير النادي الاسماعيلي طبعا ونادي القناة وكل الاندية اللي هي احترام بس هي هو النادي الاسماعيلي رخم واحد صاحب الشعباء الاول في الاسماعيلية طبعا هم حبهم وعشقهم للنادي الاسماعيلي طبعا اي حد بيبقى زعلان على النادي الاسماعيلي احنا بنحترم الكلام ده وبنبقى مقدرين الكلام ده لكن طبعا انا عارف ان الناس كتيرة جدا من جمهور اسماعيلية متأكدة وعرفة كاتن إهاب بيعمل مجود قد إيه ومجود كبير جدا يا كريم في حتة أنك أنت تقعد تدور في الفرقة وتجيب وتحاول تشوف والد صغير وتطور فيه وتطور في بعض الناس وأنا بقول أن يعني أو الناس قالت لنا الإشارة دي أنه فعلا فيه لعبة كتيرة فعلا مستوها متطور جدا السنة صح ولسه برضه أنا بقول لسه كلام دوت ليه لأنه أنت فردت في ناس ما كنتش المفروض تفرد فيها لكن الكابتن إهاب جهة على نفسه لأنه ما عندناش حل من الاتنين يتفرد في الناس إما هيفضل القيد موقوف فاضطرنا أن احنا نفرد من اتنين لعيبة دخلوا جوه النظام وسيستم الفرقة فهتضطر يحصل هزة تاني عبال ما تخلي أو يحصل خلل لما تشيل واحد واتنين لعيبين مهمين وهيحصل خلل عبال ما تخلي حد يركب في المكان بتاعهم ويركب في الشكل ممكن اتنين يركبوا في نفس الشكل بس مش هيبقى بنفس الكواليتي نفسه بتاع الأداء ومش في نفسه لكن الحمد لله رب العمين ما بتحصل معنا هزة في ماتش اتنين وبعدين بنرجع تاني ربنا بكرمنا بنكسب وبنتعادل كل النتائج موجودة